وينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأرمينية ياريفان مفد التلفزيون المصرية علاء رشوان علاء يعني تطلعنا على أجندة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قلال زيارته لأرمينيا وما سوف تتناولهم من اللقاءات وأنشطة يستهل سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات زيارته الهامة والأولى التي تعد زيارة لأول رئيس مصري إلى ياريفان العاصمة الأرمينية منذ تأسيس العلاقات المصرية الأرمينية في عام 1992 يستهل هذه الزيارة سيد الرئيس باستقبال يجريه الرئيس الأرميني للسيد الرئيس بالقصر الرئاسي الصباح غد لتعقد جلسة مباحثات أو قمة ثنائية يعقبها قمة موسعة بحضور وفدي البلدين ويشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتكنولوجية في مختلف جوانب العلاقات المصرية الأرمينية بالإضافة أيضا إلى وقائع لمؤتمر الصحفي يشهد الرئيسان تحدثان خلاله إلى وسائل الإعلام حول مدار من مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع وتعزيز هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خاصة في ظل توفر إرادة سياسية بين الجانبين لتعزيز هذه العلاقات في ضوء الذخم وأيضا في ضوء العمق التاريخي والروابط التاريخية التي جمعت مصر وأرمينيا وشعبين الصديقين في الحقيقة هناك الكثير والكثير من المجالات التي من الممكن أن تتعاون فيها مصر وأرمينيا خاصة إذا علمنا أن هناك صندوق الدعم الفني التابع لوزارة الخارجية لدول الكومنولث والذي يقدم العديد من الخبرات والقدرات لبناء الكوادر الأرمينية في عدد من المجالات ليس فقط المجالات الدبلوماسية وإنما أيضا المجالات الفنية والتقنية في مجالات صناعة الدواء في مجالات السياحة في مجالات النقل وغيرها من هذه المجالات الحيوية حجم التجارة البينية بين مصر وأرمينيا من المنتظر أن يشهد زخما على وقع هذه الزيارة التاريخية الهمة إذا علمنا أن هناك لجنة عليا وزارية مشكلة مشتركة بين البلدين تنعقد بشكل دوري لبحث سبل دفع وتعزيز هذه العلاقات في المستوى الاقتصادي إلى أفاق أرحب خلال الفترة الممكنة والاستفادة من الروابط التي تربط مصر وأرمينيا طوال العقود الماضية مصر تتطلع إلى الانضمام إلى التكتل الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كل من روسيا وبلا روسيا وأرمينيا وقرغستان وكزاخستان وقطعت شوطا كبيرا من خلال تأييد ودعم هذه الدول للانضمام إلى هذا التكتل الهام أشكرت نعم وصلت الصورة وأشكرت شكرا جزيلا على رشوان موفد التلفزيون المصرية من العاصمة الأرمينية ياريفان موسيقى موسيقى المترجم للقناة